نشوف الأسعار نشوف المنتجات نعرف إيه العروض الموجودة وجودة كمان المنتجات وتعفرها في معرض أهلا مدارس مع ضيوفنا الكرام الأستاذ شريف يحيى رئيس شعبة الأحزائيه والصناعات الجلدية بغرفة التجارة بغرفة قاهرة التجارة والأستاذ محمد حسن وكيد شعبة الأدوية المكتبية في الغرفة التجارية أستاذ شريف أستاذ محمد مساء الخير أهلا بحضراتكم أهلا وسهلا أهلاً وسهلاً يا أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً إسمع الله الشريف أبدأ مع الأستاذ محمد لأن شابة أدوات المكتبية الحقيقة بتاخد قدر محترم من الميزانية والسبلايز لست دي حاجة مرعبة فأرجوك سبب أصبح هنا في الحكومة أصبح في الخاصة أصبح في الدولة اللست دي بقت تزنيبة في المكتبة فأرجوك أقولي الأسعار أخبارها إيه؟ نقدر نقولي أن هي منخفضة جداً علشان طبعاً منخفضة جداً إزاي أوصول محمد؟ كماننا سنتين تقريباً ما فيه شغل ما أنا هوضح لحضرتك منخفضة جداً إزاي؟ أول حاجة غرفة تقارية القاهرة هي المتحملة بالكامل القيمة الإيجارية بتاعة المكان فأي عارض أو أي شركة عارضة نزل المعرض مش متحملة أي قيمة إيجارية تاني حاجة إحنا عندنا وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك موجودين فدي الجهة الرقابية اللي نقدر نقول عليها هي اللي بترأيب هل فعلاً التاجر أو العارض أو الشركة المشتركة في المعرض منزلها الأسعار فعلاً؟ ولا كلام كلام سوري؟ دي حاجة الحاجة التانية العارض اللي نازل عارض ليه اسم وليه صمعته التجارية فبالتالي هو نازل المعرض مش للربحية هو نازل المعرض للخدمة المجتمعية فدي حاجة تأكد أن الأسعار ممكن حد معلاش محمد ديوح راك هو في حد هيشارك من غير ما يبص على الربحية فضل إفاند فضل أه طبعاً ليه؟ إذن أنت بتتعامل مع الغرفة التجارية الغرفة التجارية يعني هي حلقة الوصل ما بين الحكومة وما بين الدولة وما بين التاجر فأي تاجر لازم بيكون عنده سجل تجاري وبطاقة ضربية يعني مسجل أنه هو تاجر فلما بينزل المعرض بالشروط اللي الغرفة التجارية بتقول عليها وبيحاول بقدر الإمكان يلتزم بدا ده غير أنه هو مش متحمل القيمة الإجارية بتاعة المعرض فبالتالي هو نازل للمشاركة المجتمعية يعني محقق أهمش الربح يعني نقدروا أنه خلاص يعني محقق أهمش الربح بالنسبة له تقريباً يعني مش محقق أهمش الربح قد ما هو نازل للخدمة المجتمعية طب لو كده والله يعني أرجوك تنقل تحياتنا ليهم يعني لحضرتك والغرفة التجارية والعرضين بما يفعلن كده وحرك طبعاً صادق فيما تقول يعني فده أكيد يعني شيء محترم جداً 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 شكروا عليه الحقيقة العرضين يعني طب اسمح لي اسمح لي روح لي في الحقيقة اتفضل بتفضل اتفضل في الحقيقة التوجيهات هي جاية من دولة رئيس الوزراء مع معالي وزير التمويل مع وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ورئيس غرفة القاهرة صحيح فانت كده بتتعامل مع أعلى مستوى في الدولة اللي ما ينفعش حد يعني يتجاوز فيه حضرتك فاهمني إن عايز ألوك طبعاً طبعاً يعني فيه اهتمام وفيه تجديد على المعروف وفيه مصداقية طبعاً طبعاً ما فيش مجال طبعاً يعني طيب اسمح لي أشوف بقى الناحية التانية عارض يعني يعني شق آخر في العرض في أهل المدارس وده مهم جداً فكرة إلى المصنوعات الجلدية بقى الأحزية الكشونات الكلام ده وصد الشريف أرجوك برضو قولينا يعني نازلين إزاي كشعبة أحزية وصناعات الجلدية بغرفة التجارة في هذا المعرض السنادي الحقيقة احنا على مدار السنوات السابقة احنا كنا موجودين ومتوجدين في معرض أهل المدارس والحقيقة اللي لفت نظرنا في اجتماع مع علي الوزير علي بيم صلحي أنه الحقيقة نوه إلى أنه المستوى اللي كان عليه المعرض دايماً في تزايد يعني الدكتور علي شافه من حوالي أربع سنوات مختلف تماماً عن اللي شافه من ثلاث سنوات مختلف عن اللي شافه السنة اللي فاتت وكان سؤاله المحدد أنت جايب لنا إيه جديد السنة دي فالحقيقة الجديد السنة دي أن احنا اعتمدنا على كل الصناعات الصغيرة يعني بلغة زي ما بيقولوا لغة دركة يعني احنا بدأنا نشتغل السنة دي على المصانع الصغيرة وعلى الورش الصغيرة اللي عندها جودة وعندها مستوى عالي جداً علشان نبدأ ندخل أكبر قدر من المشروعات الصغيرة داخل المنظومة الرسمية من ناحية ومن ناحية تانية نحاول نخليهم يوجدوا مكانهم في السوق المحلي ونحاول النهاردة نعرف بيهم الجمهور طب ولده شي عظيم إنه ما يبقاش بس يعني حكر على اسم كبير أو شركة كبيرة ولكن حتى صغار المصنعين برضو يدخلوا بليهم برضو مكان في المعرض المهم ده فتحياتنا الحقيقة على الفكرة دي بالمرة يا فندم إحنا كنا مركزين على ذا إحنا بالفعل كان موجودة عندنا أسامي كبيرة وعملة أرقام خصومات محترمة يمكن تأكيداً للكلمة اللي كان بيقولها محمد بي من شوية إحنا كنا بنحاول جداً إن إحنا نعمل من المنتج إلى المستهلك مباشرةً بدون وجود أي حلقات وسيطة في النص ويمكن في بعض الناس العرضين اللي هي متعودة إن هي بتكون مشتركة معنا كل سنة بتشتري بضائع يعني مستلزمات إنتاج بصورة مبسطة وصورة كاش عشان خاطر تقدر توفر الأسعار عشان خاطر تقدر تزود هامش ربحها من ناحية وفي نفس الوقت تبقى كمان باعة للمستهلك النهائي أقل من سعر التكلفة اللي هي متعودة تدي بي للمحلات التقليلية طب لو قلنا على الأسعار إزاي الأسعار مشنجعية مثلاً في أنا آسف للمؤاطعة في شق الأحزية والمصنوعات الجلدية نقول كام بك أو إيه بكام تقريباً يعني يعني السعر تقريب يعني حضرتك عندك عندك أحزية أطفالي جلد طبيعي بتبدأ من 75.80 جنيه وفي حاجات منها جلد طبيعي وفي حاجات منها جلد من الجلد الصناعي العالي الجودة لحد في مثلاً أسامي كبيرة وبرانس محترمة بتنزل منتج بتاعها بسعر الجملة ب400 جنيه فقط بدل مثلاً 700 و750 فعايز أقول لحركة أنه حقيقة الأسعار الحمد لله إحنا أكتر حاجة بترضينا الفيدباك اللي بناخده من المستهلك النهائي وهو بيتحرك معنا إحنا عندنا يعني في غرفة القاهرة عندنا مجموعة بتمر وبتمر على طبعاً الأجنحة المختلفة وبنتتعامل مع السادة العردين علشان خاطر يبقى فيه رقابة وفي نفس الوقت إحنا كمان بنتعامل مع رب الأسرة اللي بيجي وبنحاول أن إحنا نقرب له لأنه في النهاية إحنا عايزين نوفر له وقت وعايزين نوفر له جهد وعايزين نوفر له فلوس طبعاً يا والله إذا شيء عظيم جداً مش مشكلة في الجهد المهم منك هتوفر فلوس يعني يا وساش شريف وده مهم لا طبعاً إحنا بقول لحركة إحنا يمكن الحاجات دي كمان إحنا الكمال دي حسبناها لأن إحنا مثلاً السنة اللي فاتت إحنا كنا في قاعة المؤتمرات السنة دي رجعنا تاني لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة عشان يبقى جنب المترو يعني إحنا بنبص الديتيل الصغيرة إحنا مثلاً عندنا السنة دي في عيادة أسنان وفي عيادة نظرات دول مجاناً تماماً الحقيقة إحنا مباهرنا بلما معالي الوزير علي بصلحي ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزيرة الصناعة والتجارة وجم وفتحوا الأجنحة بتاعة الأحزاء والمنتجات الجلدية وأشاده بقدي إيه الأسعار الحمد لله مناسبة وفي نفس الوقت الجودة عالية لأنه النهاردة إحنا بقينا كلنا بنشتغل تحت العنوان اللي تفضل به رئيس الجمهورية فخانته قال إحنا عايزين ندور على الجودة وعايزين النهاردة نحاكي الجودة الأوروبية طب ما إحنا النهاردة لازم نبدأ نفكر في أدوات المستلزمات الإنتاج والأدوات بتاعتنا إحنا كمصنعين اللي تقدر تواكب ما بين قدرة المستهلك على الشراء والبيع وفي نفس الوقت إن إحنا ننفذ الرؤية اللي حتطورنا كلنا ولما حتطور ده في المنتج النهائي إحنا كمان كمصنعين هنبقى فخورين بمنتج والله ده شيء عظيم جدا وتوجه محترم اسمح لي أروح للأستاذ محمد حسن فكرة الأسعار بها يا أستاذ محمد يعني بيبقى دايما كده في برجت كده في أول السنة ومزانية يعني فلوس في أول السنة بنخصصها عشان مش عارف كام كشكول معرفش إيه وكام فايل مش عارف إيه والإقلام الألوان الخشب والشمع والرصاص يعني طلبات كتير والناس حقيقة بترهق بترهق في هذا الأمر إزاي الأسعار الموجودة في أهل المدارس إزاي هي مسهلة ده فكرة سعر الشنطة الداستة مثلا بتاعت الكراريس أو كشكيل إزاي الأسعار دي في متناول الناس أول حاجة يعني في تحفظ على موضوع إن الموضوع بيبقى مرهق للناس لأن المعرض بيبقى زي فصحة لأولاء الأمور لا هو مرهق يعني برا المعرض مرهق للجيب يعني ولي الأمر جيبه بيرهق نتيجة طلبات المدارس إنما المعرض يشكر المعرض بلو الزم إحنا علشان كده عملنا المعرض يعني علشان كده المعرض اتعمل إنه هو أولا المعرض فيه خمس قطاعات قطاع الأدوات المكتبية والمدرسية قطاع الملابس اللي هو يخص اليونيفورم وكل ما يخص اللبس قطاع الأحزية والشنط قطاع الكمبيوتر ده أنت ما جبت السيرتو رغم أن ده قطاع بقاله دي السنة التانية على التوالي كويس جدا لأن بقى الكمبيوتر النهاردة طبع جزء لا يتجزأ من الدراسة للكبير وللصغير سواء أونلاين سواء تابلت بالنسبة لمرحلة سنوي سواء للابتوب طبعا خلاص بقى جزء لا يتجزأ من المستلزمات الدراسة وطبعا الأخذية فأنت أما بتعمل المعرض بتجمع كل الحاجات دي في مكان واحد فبقى بالنسبة للناس الناس لما بتيجي تروح المعرض بيعملوها فصحة فصحة يوم بيقضوه في اختيار الشنطة في اختيار المقلمة في اختيار الفلاسك في الزمزمية في اختيار السابلاي ليست فبقى كلها الإقلام الكرسات الكشكيل الجلاد كل اللي بيخص الأدوات المكتبية بيكون موجود وكل اللي بيخص الملابس بيكون موجود والأسعار على شاهداتي وراء مكتوب عليها 30% التخفضات أخبرها إيه؟ كويس التخفضات هتلاقيها ملهاش مقاردة خالص بأي مكان تاني لأن زي ما قلت لحضرتك في بداية الحوار مع حضرتك إن موضوع الأسعار في كذا جهة رقبية بترائب عليه يعني الموضوع مش بيكتفي على إن ده سعر الحاجة اللي هو معلن بس لا ده في جهاز حماية المستهلك طبعا في وزارة التموين في الغرفة اللي هي حلقة الوصل زي ما قلت لحضرتك ما بين التاجر وما بين الدولة فالتلات جهات دي أعتقد إن اللي نازل عارف هو بيعمل إيه؟ يعني ما فيش حد نازل يخرج عنده أما بالنسبة للأسعار فالأسعار لما نيجي نتكلم على مكان مجمع ده الناس دي كلها بيبقى نازل بدل التاجر أكتر من حد فخلينا لو تكلمنا من الشق التجاري بس بغض النظر بقى عن الجزء الأولاني اللي أنا قلت لحضرتك اللي ما ينفعش العارض أو التاجر أو الشركة اللي نزل معرض تخرج عنه لازم يكون فيه منافسة لأن السلعة نازل منها أكتر من حد فالمنافسة التجارية بتقول إن أنا لو رفعت السعر مش هبيع طبعا لو جبت كوالتي أقل من اللي المفروض يكون موجود مش هبيع لأن النهاردة الوعي بقى موجود عند الناس بشكل مختلف عن زمان وبعدين فيه شق يمكن حمارك ما تترطلوش هو الصناعة المصرية الصناعة المصرية كانت سنة 2017 كانت تقريبا بتحتل 20% من منتجات المعرض وال80% منتجات مستوردة النهاردة لما دولة رئيس الوزراء عدى على المعرض وشاف المنتجات المصرية بجودة عالية جدا بجودة تقدر تنافس المستورد دي حاجة من ضمن الحاجات اللي المعرض كان سبب فيها طبعا إن برضو المنافسة ما بين المصري والمستورد في المشروعات الصغيرة بدأوا يعملوا بالفعل مشاريع مماثلة إنهم يعملوا الكرسات والكشاكيل وحتى منهم بدأ يصدر وصورنا ده قبل كده في مناطق الصناعية فكل التوفيق الحقيقة ليكم ولكل العرضين سواء أستاذ شريف طبعا وأستاذ محمد في كل الشعب اللي بتعرض في معرض أهل المدارس فرصة طيبة جدا إن الناس تاخد المترو وتنزل المحاطب بعد أرض المعارض في صلاح سالم ينزلوا يجيبوا كل الحاجات والالتزامات دي زي ما تفضل أستاذ محمد وأستاذ شريف فصحة لطيفة جدا للولاد وللأسرة وكمان بتخافف من كاهل اللي بتدفع لأن الخصمات واضح إنها جبيرة والمنتجات جيدة جدا بشكر حضرتكم شكرا جزيلا أستاذ محمد حسن وكيل شعبة أدوات المكتبية ولوستاذ شريف يحيى رئيس شعبة الأحزائي والصناعات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية شكرا جزيلا لحضرتكم